تحياتي وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من رصد خبري اليوم بدنا نتطرق للعلاقة بين ساد يوماني ومحمد صراح اللي كلاهم يمثل فخر لأفريقيا كلاهم بتقلق في القميص الأحمر الخاص بريفربول لكن دايما في كلام بيطلع من يوم للتاني إنه علاقتهم مع بعض مش تمام رصدنا الخبري اليوم بيبدأ مع تصريحات قبل أيام للظهير روبرتسون اللي وضح العلاقة بين صراح وساد يوماني من وجهة نظره وقال فيها العلاقة بين اللاعبين خارج الملعب قوية جدا وحتى في الملعب هناك علاقة طيبة وتفاهم وترابط عالي لكن روبرتسون شرح سبب خلافاتهم اللي بتبين أمامنا في الملعب بقوله هؤلاء يتلقون الأجر ليكونوا أنانيين وهم بتم تقييمهم بناء على عدد الأهداف اللي بيسجلوها روبرتسون أكد إنه علاقة كل لعبي لفربول فيما بينهم طيبة وجيدة وأنه أي تصرف بنشوفه بالملعب بيكون مجرد ردة فعل وقرار تم أخذه في جزء من الثانية على كل حال هناك عدة أفراد من اللي بربول تحدثوا على الموضوع من قبل مثلا في يوليو 2020 خرج كلوب بتصريحات قال فيها أنا أريد الجميع أن يسجلوا أهدافا وما بتوقع العلاقة بين ماني وصلاح تنافسية كما يعتقد البعض العلاقة بينهم بخير ومن المفيد أشوفهم بتسابقوا دائما نحو التسجيل صلاح نفسه وصف الموضوع بالماضي بقوله تحدث ردات فعل بعض الأحيان في الملعب بعض القرارات بنأخذها بدون إدراك وختم بقوله علاقتنا طيبة سادي وماني عام 2019 وضح الموقف وربما قال كلام خلينا نفهم شو اللي بيحصل بينهم قال بعض الأحيان يحدث سوء تفاهم وأكد أن كلب نفسه لما يصير سوء التفاهم يحاول يحله بيتفاجأ بأنه هو وصلاح يعني ماني وصلاح اتفاهمه بخصوص الخلاف قبل ما يدخل أي حد وأكد أنه سبب هذا كله محاولة الاثنين حسم المباريات بشكل سريع لتجنب أي مفاجآت وجعل الفريق يكمل المباراة دون ضغوط وختم وقتها بقوله وختم وقتها بقوله علاقتنا طيبة دوما نتواصل والناس بتخترع أشياء غير صحيحة أبدا سادي وماني كلامه معناه أنه الاثنين بعض الأحيان بيتسرعوا لحسم النتيجة ولما واحد فيهم ما يمرر للثاني مش معناها أنه كان أناني بقدر ما كان مستعجل عشان يجيب القوري الأول أو الثاني لفريقه ويقتل المباراة ديال لوفرين اللي معروف عنه أنه علاقته كثير كويس بصلاحق اتكلم بصراحة كاملة عن العلاقة وقال نعم هناك منافسة بينهم لكن لصالح الفريق وهو أمر مفيد للبربول وقال كلاهما يريد أن يسجل أكثر من الآخر والأهم أنه لما واحد فيهم ما يسجل ما بلوم الثاني في نهاية المباراة وبيقول له بسببك أنا ما سجلت بالعكس بروح بصحح أخطأه للمباراة التالية ليسجل يعني هي علاقة نفسية لكن بطبيعة إيجابية بالنسبة لكم ما رأيكم بالعلاقة بين صلاح وماني من أول يوم وشو سبب شعور الناس بوجود توتر دائم بينهما ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر